اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبات وطلبات التعليم الزراعي فني تصنيع غذائي الصف الثاني ووحدة جديدة من الاغذية الشعبية تصنيع الاغذية الشعبية والمخليلات وهنبدأ اول مخرج معانا ان شاء الله اللي هو يصنع المخليلات طبعا زي ما احنا عارفين من السنة اللي فاتت الصف الاول خدنا ثلاث وحدات طبع قسم الصناعات اللي هي اول وحدة اللي هي المبارسات الصحية الجيدة تاني وحدة المبارسات التصنيعية الجيدة الوحدة التالتة اللي هي تجهيز الادوات والمعدات للتصنيع الغذائي طبعا كلنا عارفين ان لازم قبل ما ندخل المعمل التصنيع او معمل الصناعات او اي مصنع او اي منشاء غذائية لازم نكون لابسين الملابس المخصصة لنا علشان نبدأ تصنيع غذائي ونبدأ اول حاجة معنا برنامج فن تصنيع غذائي الصف الثاني الثانوي الزراعي نظام الجدرات برنامج فن تصنيع غذائي طبعا طلت صفوف الصف الاول الصف الثاني الصف الثالث خدنا في الصف الاول في الفصل الدراسي الاول اللي هي المبارسات الصحية الجيدة ودي اللي كانت بتتكلم عن كل النواحي الصحية اللي ابدأ اشتغل بيها علشان ابدأ تصنيع طبعا زي ما كلنا عارفين ان اول حاجة اهتم بالنظافة الشخصية للعامل النظافة الشخصية للعامل والنظافة ونظافة المعدات اللي شغال عليها ونظافة المكان لازم يكون امن وصحي لعشان ابدأ اصنع غذائي الممارسات التصنيعية ده في الفصل الدراسي الثاني في الصف الاول خدناها والتجهيز الادوات زي ما قلنا تجهيز الادوات والاجهزة للتصنيع الغذائي ده كله في الصف الاول فصل الدراسي الثاني طبعا في الصف التاني اللي هنبدأ ندرسه من اول النهاردة ان شاء الله الفصل الدراسي الاول هي واحدة واحدة تبع قسم الصمعات الغذائية اللي هو تصنيع الاغذية الشعبية والمخليلات الصف التاني في الفصل الدراسي الثاني ان شاء الله هناخد واحدتين الواحدة الاولى تصنيع المغبوزات الواحدة التانية تجهيز الادوات والاجهزة للعجائي في السنة الثالثة إن شاء الله السنة الجاية في الفصل الدراسي الأول هيبقى معنا وحدتين برضو صناعة العجائن والعصائر والمركزات يبقى وحدتين في الفصل الدراسي الأول في السنة الثالثة صناعة العجائن والعصائر والمركزات في الصف الثالثة الفصل الدراسي الثاني برضو وحدتين الوحدة الأولى تصنيع اللحوم والدواجن والأسماك الوحدة التانية تصنيع الأغذية المجمدة يبقى كده خدنا 3 وحدات في الصف الأول خدنا 3 وحدات في الصف الثاني وهناك 4 وحدات في الصف الثالث يبقى 3 في أولى و3 في تانية و4 في تالتة يبقى 10 وحدات ضمن برنامج فن تصنيع غذائي تابع لقسم الصناعات الغذائية الواحدة اللي هندرسها في الترميد ان شاء الله ومن اول النهاردة تصنيع الاغذية الشعبية والمخليلات زي ما احنا شايفين في الصورة دي بعض الاغذية الشعبية اللي كلنا بنكلها وبنستطيع طعمها وبنتقبلها في كل طول السنة زي ما احنا شايفين المخليلات والطعمية والفول طبعا الملابس المخصصة للعمل اللي لازم ولابد ان احنا قبل ما ندخل المعمل او المصنع او المنشأة المختصة بالغذاء لازم نكون لابسنا بلتو ناصع البيار بلتو ناصع البيار ونضيف حزاء امان حزاء امان او سيفتي غطاء للرأس وكمامة واجوانتي طبعا البلتو لازم يكون نضيف عشان احنا بنتعامل مع اكل مع الغذاء طعم الحزاء الحزاء الامان علشان البسه فوق اي شوز انا لابسه غطاء الرأس لازم اغطي الشعر علشان ما يسقطش مني شعر وانا بشتغل وانا بصنع اي منتج غذائي الكمامة طبعا لازم اكون لابسها وانا بصنع اي غذاء او اي منتج غذائي علشان لو انا اتكلمت مع الزميني او انا اتكلمت مع المشرف مفيش رزاز يطلع من البق من الفم ويسقط في المنتج الغذائي بتاعي فيبدأ التلوس من هنا طبعا الجوانتي لابد منه جوانتي اليد لابد منه علشان احمي المنتج الغذائي من اي تلوس ويكون نضيف ويكون جديد يوم بيوم ما يكونش استخدمته قبل كده علشان انا بتعامل مع منتج غذائي زي ما احنا شايفين في الصورة كده عليمين بلته ابيض ناصع البياض جوانتي غطاء للرأس زي ما احنا شايفين بعد كده كمامة ودي ده ازاي كامل ومعاه احزاء الامان ومربوط من فوق علشان ما يحصلش اي تلوس للمنتج الغذائي اللي انا بنتجه الجدرات المتعلقة بالموارسات الصحية الجيدة وتشمل اكساب انتاج منتج غذائي امن صحيا بدءا من اختيار الخامات الجيدة مرورا بخطوات التصنيع وفقا الممارسات التصنيعية الجيدة وانتهاء بعمليات الحفظ والتداول الغذائي مخرجات التعلم مخرجات التعلم عندنا مخرجين الترمي ده يولاد في الوحدة دي في مخرجين اتنين اول مخرج اللي هو يصنع المخليلات يصنع المخليلات تاني مخرج يصنع الاغذية الشعبية يبقى عندنا مخرجين اتنين عندنا مخرجين اتنين أول مخرج اللي هو يصنع المخليلات تاني مخرج اللي هو يصنع الأغذية الشعبية زي ما احنا شايفين في الباور بوينت اللي احنا معدينه المخرج الأول يصنع المخليلات تاني مخرج يصنع الأغذية الشعبية في كذا معيار لكل مخرج فيه هنبدأ بالمخرج الأول اللي هو يصنع المخليلات ونبدأ بالمعيار الأول فيه اللي هو واحد الواحد يخلل اللفت طبقا للمواصفات القياسية مراعيا قواعد السلامة والصحة المهنية يخلل اللفت طبقا للمواصفات القياسية مراعيا قواعد السلامة والصحة المهنية يبقى اول معيار يا شباب يخلل اللفت اللي هو تخليل اللفت ازاي بخلل اللفت باشتراطات السلامة والصحة المهنية والممارسات الصحية وتصناعية اللي احنا قلنا عليهم في الصف الاول وبرضو تجهيز الادوات اللي انا بجهز فيها وبنتج فيها المخليلات اللي انا هنتجها اجهزها كويس وتكون نظيفة تماما وتم تطهيرها وشطفها بماء قبل الاستخدام تاني معيار يخلل الجزر طبقا للمواصفات القياسية مراعيا قواعد السلامة والصحة المهنية يبقى المعيار الاول يخلل اللفت تاني معيار يخلل الجزر يبقى معانا تخليل اللفت وتخليل الجزر تاني معيار يخلل الجزر طبقا للمواصفات القياسية مراعيا قواعد السلامة والصحة المهنية امعيار التالت ضمن المخرج الاول يخلل الزيتون الاخضر يخلل الزيتون الأخضر طبقاً للمواصفات الكريسية مراعياً قواعد السلامة والصحة المهنية يبقى أخذنا تخليل اللفت تخليل الجزر تخليل الزيتون الأخضر طبقاً لقواعد السلامة والصحة المهنية رابع معيار في المخرج الأول يخلل الزيتون الأسود هنا يخلل الزيتون الأسود طبقاً للمواصفات الكريسية مراعياً قواعد السلامة والصحة المهنية يبقى كده أخذنا قلنا على تخليل اللفت تخليل الجزر تخليل الزيتون الأخضر تخليل الزيتون الأسود خامس معيار يخلل الليمون المعصفر طبقاً للمواصفات الكريسية مراعياً قواعد السلامة والصحة المهنية بالنسبة للممارسات الصحية ونذكر منها بعض الحاجات أننا ونصنع أي منتج غزائي ممنوع كذا حاجة أول حاجة منها ممنوع أن أمسك ودني أو أمسك من الأنف من الخيل وأنا بشتغل أو أعمل شعري وأنا بشتغل في منتج غزائي غزائي يبقى علشان أشتغل في إنتاج منتج غزائي أو أي طعام لازم للمس ملمش عيني ولا الأنف يعني العين الأنف الأزن والشعر يبقى للمس عيني ولا للمس الأنف ولا الفم كمان ولا الأزن ولا الشعر علشان ملوش المنتج الغزائي اللي أنا هنتجه دي من ضمن الممارسات الصحية من ضمن الممارسات الصحية عدم لمس الأنف أو الأزن أو الفم أو الشعر أو العين أثناء إنتاج المنتج الغزائي برضو الصورة دي يمنع ارتداء المجوهرات أو الحلي داخل صالة الإنتاج يبقى ممنوع أننا ارتدي أي وجوهرات خواتم أو حلقان أو عقد بالنسبة للستات أو حلق أو ساعة يد أثناء الإنتاج ممنوع يبقى ممنوع دبابيز الشعر ممنوع الترتر بتاع الطرحة الأقراط الأزن أو الحلقان العقد ممنوع العقد الغوايش أو الساعة وممنوع برضو الخواتم وممنوع تلاء الأزافر بالنسبة للسيدات علشان ملوش المنتج الغزائي ملوش المنتج الغزائي ننبه مرة تانية لازم ارتداء الملابس المخصصة للعمل وإنتاج المنتج الغزائي كاملة من أول غطاء الرأس الكمامة الجوانتي البلتو والسيفتي لازم ألبسهم قبل دخول مكان الإنتاج ولازم يكون المكان نظيف تماما والماكينات نطيفة تماما بعد كده ممنوع الأكل أو مضغ اللبان زي ما احنا شايفين في الصورة أو التدخين داخل صالة الإنتاج ممنوع الأكل أو تدخين أو مضغ اللبان داخل صالة الإنتاج المكان اللي أنا هنتج فيه أو هصنع فيه المنتج الغزائي ممنوع الأكل ممنوع العمل يأكل ممنوع يدخل سجاير ممنوع ممنوع مضغ اللبان علشان أضمن أن المنتج الغزائي بتاعي آمن وصحي تماما للاستهلاك الأدم ارتداء السياب المخصصة والمعقمة في صالة الإنتاج زي ما احنا شايفين في الصورة غطاء الرأس الكمامة البلتو الجوانتي الصورة اللي أعلمين من فوق طبعا لابس اللي معمول عليها علامة صح لابس المهمات بتاعته كاملة أو السياب المخصصة والمعقمة في صالة الإنتاج كاملة الصورة التانية أعلمين من تحت طبعا مش لابس لما حتوط عليها أعلامة خطأ علشان كده بنبأ عليكم يا أولاد علشان احنا هنروح كلنا مصانع وهنشتغل في المصانع فلازم أخد بالي من الحاجات دي لو عد علي المشرف أو المهندس تحقق الإنتاج أو الصيانة أو أي مسؤول داخل المصنع طبعا هيقصمني اليوم ويتردني برة المصنع ممكن يقول لك يمشي خالص طالما ما بنفش المهمات بتاحتك أو تعليمات الأمن والسلام تعليمات الأمن والسلام لازم تبقى لابس الملابس بالمخصصة بتاحتك كاملة أكون نظيفة تماما ومعاقمة علشان لا يتخصم منك يوم وكمان علشان ممكن ما تضطلطش وراء المصنع والحاجة المهمة الأمانة لأنك بتصنع منتج غزائي بعد كده طبعا احنا فاكرين دي من ممارسات الصحية وممارسات التصنيعية اللي هي غسيل الإيدين بالماء والصابون أول حاجة أغسل إيدي أغسل إيدي بالماء ببللها بس بالماء الأول بعد كده بحط كمية بسيطة من الصابون بحيث أنه هتغطي سطح اليد الكاف الكاف الشمال الكاف اليمين والكاف الشمال بعد كده ببدأ أحرك باطل يد بباطل يد الأخرى كده بحركها كده بالصابون تالت حاجة اللي هي إيه تخليل الصابع لليدين زي ما أنا بعمل كده في الصورة دي تالت حاجة رابع حاجة صباع صباع زي ما أنا بعمل كده وخاصة الإبهام في الناحية تاني خمس حاجة بطبق الإيدين كده وابدأ أفرق الإيدين في بعض بعد كده بعمل الإبهام مرة تانية بعد كده ظاهر اليد كده والباطل تعالي يد بعد كده بخسلها بمية تانية بعد كده بعد أجففها بالفوطة بالفوطة اللي احنا قلنا عليها ودي تقول وبعد كده بشطفها مرة تانية وبعد كده بالهوى السخن وابدأ أجففها من المية اللي فيها بعد كده اليد معقمة تماما وابدأ ألبس الجوانتي بتاعي وابدأ أدخل صالة الانتاج وابدأ أشتغل وبكده أبقى جاهز للانتاج جاهز للانتاج تعتبر الصناعات الغزائية أنا بحول بيها الصراف حكومي بنساهم بنساهم بالمشروع دي في التنمية الاقتصادية للبلد بتاعك لبلدنا فعلشان كده من الواجب علينا أن نحن نطور الصناعات دي أو التصناعات دي علشان تتماشى مع احتياجات السوق وابدأ أوفر ليها كوادر متضربة وتبدأ تنتج لي منتجات غزائية زلطق ما عالية الهدف من تتريس المقرر ده إعداد الطالب من ناحية الفنية والعملية أن أنا ببدأ أوفر له المفاهيم الأساسية والمهارات المهنية اللي يبدأ يشتغل بيها ويكون السوق محتاج للكوادر دي أو للشباب المتضرب بالطريقة دي نحن نتضربهم على حسب احتياجات المصانع ليهم في الوقت اللي احنا فيه في الوقت اللي احنا فيه وذلك لإجساب المهارات والمعارف وتدريبات العملية اللازمة في تصنيع المتجات الغزائية المختلفة يعني أنا ببدأ ألاقنه أو أعرفه المهارات اللي هيبدأ يشتغلها أو يمحرسها بأدي والمعارف اللي هيعرفها وتدريبات العملية اللي هيحتاجها في تصنيع المنتجات في تصنيع المنتجات الغزائية كل المعارف والمهارات والتدريبات العملية اللي هيحتاجها لما يشتغل داخل أي مصنع أو هيبدأ يشتغل حتى عنده لو حتى عنده في البيت أو في أي مكان أو في أي منشأة غزائية ببدأ أعرفه إزاي يبقى ماهر وجدير في الصناعة دي أو في التصنيع ده أو في إنتاج المنتج ده يمدي الغزاء الإنسان بالمراكبات اللازمة للنمو الغزاء اللي ينتجه طبعاً بيمدي الإنسان بالعناصر الأساسية والطاقة اللازمة للحياة والحركة والنشاط بتاعه وتجديد الأنسجة للنمو وتجديد الأنسجة كما يمدوا بالطاقة اللازمة للحياة والعمل وهذا يساعد على أن تقوم أنسجة الجسم وأعضاءه المختلفة بوظائفها وتأتي هذه الطاقة الكيميائية من تكسير جزيئات الطعام وأكسادتها الأنسجة الغزاء اللي أنا بنتجه بيمدي الإنسان بالمسلزمات الأساسية اللازمة للنمو بتاعه ونمو الأنسجة في الجسم داخل الجسم وبتمدوا بالطاقة اللازمة للحياة والنشاط الإنسان والحركة والطاقة بتاعته وعشان يبدأ يشتغل فعلشان كده بنهتم بالمنتجات الغزائية ذات القيمة العالية وذات الجودة العالية اللي احنا بنصنعها ويلاحظ أن القربون والهيدروجين هم العنصران الرئيسيان في تلك الجزيئات عند توليد الطاقة والحرارة حيث يتكون ساني أكسيد الكربون والماء بينما يتأكسر الكابريت والفسفور مكونين الكابريتات والفسفات وأما النيتروجين فلا يتأكسر كليا وإنما يطرد خارج الجسم في صورة بولينا مع البول ويفسر هذا العلاقة بين الغزاء وبين وظائف الكائن الحي بما في ذلك تنوي الغزاء وتحرر الطاقة والتخلص من الفضلات وجميع التركيبات وعمليات البناء والنمو والتكاصر وجميع التركيبات وعمليات البناء والنمو والتكاصر وتشترك كميع الكائنات الحية في هذه الفعاليات والنشاطات الأساسية سواء كان البسيط منها أو الأكثر تعايدا يعني من الأميبة مثلا أو البكتيريا لغاية الإنسان لغاية الإنسان أول مخرج معنا هنبدأ به اللي هو يصنع المخللات أو تصنيع المخللات صناعة المخللات زي ما احنا شايفين في الصورة دي المخللات فن وزوء ومزاق فن وزوء ومزاق طبعا احنا عارفين كلنا في الأسواق أن فيه أشكال وألوان كثيرة من المخللات ومجزات جودة عالية وبأشكال مختلفة يعني ممكن تلاقي مثلا الليفت له كذا شكل عند المخللات اللي بيبيع المخللات عنده كذا شكل الأشكال دي بتبقى صناعة وفن وطبعا بيتضاف لها بعض البهرات بيديها نكهة معينة أو مزاق معين محبب لدى المستعلك هي في الأصل صناعة المخللات هي في الأصل صناعة منزلية في الأساس يعني كلنا في البيوت بنصنع المخللات وبطرق مختلفة فعلشان كده في الأصل صناعة المخللات دي صناعة منزلية هامة صناعة منزلية هامة وخاصة في الريف خاصة في الريف المصر تراقي كل بيت عنده أشكال وألوان من المخللات بتصنع داخل المنزل وصناعة تخليل من الصناعات التي لا تحتاج إلى الرأس سمال كبير إلا أنها عالية الرمح يعني أنت كطالب لو بدأت تاخد ويتعلم داخل المعمل معانا صناعة أي صناعة للمخللات زكاة جزر زيتون ليمون أي حاجة من دول أن تتعلمها وتنتجها عندك هيبقى شوية الحاجات بسيطة وأسعارها بسيطة لكن الربح بتاعها عالي جدا الربح بتاعها عالي جدا وسريع وتقوم صناعة التخليل على أسس علمية سليمة وتصنع في مصانع كبرى يعني فيه مصانع كبيرة في مصر حاليا بتصنع المخللات بأنواعها المختلفة وكمان بنصدرها لدول الخليج وكمان بنصدرها لدول الخليج والمغرب العرض أكثر مشروع مربح ومربح جدا كمان المخللات لأن زي ما احنا قلنا بشوية حاجات بسيطة بابدأ أعمل مشروع وأبدأ أكسب منه وأكسب منه كويس جدا كمان تعريف المخللات أحفظ بها المواد الغزائية بتاحتي ولما استحبها المصريين بدأوا يعملوا المخللات بالطريقة المعروفة لدينا دلوقتي هي إحدى طرق حفظ المواد الغزائية وذلك برفع نسبة ملح الطعام وحمض اللاكتيك أو الخليج وإن كان الغرض من التخليل الحصول على منتجات زي طعم خاص تستخدم كمواد غزائية إضافية تساعد على تساعد على فتح الشهية والنسبة الحفظة لملح الطعام هي 16% ملح الطعام أو الملح اللي أنا بحطه في المخللات تبقى نسبة 16% والحمض العضوي من 4% إلى 5% وينسب مرتفعة لو استخدم كل منها على حدة مما يجعل طعم المادة الغزائية غير مستسعف ولذلك تستخدم عادة مخلوط من الملح والحمض بنسبة 6% إلى 8% ملح مع 2% إلى 3% حمض لحفظ المخللات وتتم عملية التخمر اللاكتيكي بواسطة بكتيريا حامر اللاكتيك حيث تحول السكوريات الأحادية الموجودة في المادة الغزائية إلى حامر اللاكتيك يعني نسبة الملح من 2% إلى 3% من 6% إلى 8% والحمض اللي أنا بستخدمه من 2% إلى 3% مع المخللات اللي أنا بنتجها وعملية التخمر اللاكتيكي اللي بتتم بواسطة بكتيريا حامر اللاكتيكي تحول السكوريات الأحادية في المادة الغزائية إلى حامر اللاكتيك ولذلك تستخدم عادة من مخلوط الملح زي ما احنا قلنا ويتم عملية التخمر اللاكتيك بواسطة بكتيريا حامر اللاكتيك الموجودة في المادة الغزائية زي ما احنا شايفين في الصورة كده كل أنواع أحمر فلفل أغضر زيتون أسود آآ ليفت جزر كذا نوع من المخللات في البرطمونات قدامكم في الصورة العامل بقى المساعدة على التخمر اللاكتيكي ايه هي؟ أول حاجة تركيز الملح تركيز الملح في المحلول الملح اللي ها بعمله حوالي 8% من 6% لـ 8% زي ما احنا قلنا حيث يمكن البكتيريا حامر اللاكتيك أن تنشط في وجود التركيز ده لو زاد بيصبط البكتيريا لكن التركيز ده بزاد من 6% لـ 8% بينشط بكتيريا حامر اللاكتيك وبيوقف نشاط الكائنات الضارة الدقيقة الضارة التانية عشان كده بيستخدم الجزء ده تاني حاجة إضافة بادئ يحتوي على بكتيريا حامر اللاكتيك بنسبة 0.5% بنسبة 5% من 10% 5% من 10% تقريباً خاصة عند غسيل الخامات الداخلة في الصناعة وقد يضاف محلول تخليل سابق يعني ممكن أحط شوية من محلول سابق يحتوي على كمية كبيرة من البكتيريا لإصراع من عملية التخميخ من الإصراع من عملية التخميخ أضافة سكر جلوكوز بنسبة 1% 3 حاجة أضافة سكر جلوكوز بنسبة 1% لتنشيط بكتيريا حامر اللاكتيك في بادي الأمر حيث تحوله البكتيريا على حامر لكتيك يعني لازم أحط سكر جلوكوز بنسبة 1% لتنشيط بكتيريا حامر اللاكتيك في أول في بداية التصنيع عشان البكتيريا بتبدأ تحوله لحمد اللاكتيك عشان البكتيريا تحوله لحمد اللاكتيك بعد كده درجة حرارة الموصلة درجة حرارة الموصلة اللي أنا أبدأ أصنع فيها المخللات بتتراوح بين 25 لـ 30 درجة مقوية الدرجة دي اللي بتحافظ على البكتيريا عندش وبتحافظ على المادة الغزائية عندش فلازم دي درجة الحرارة الموصلة للتخمر درجة الحرارة الموصلة للتخمر تتراوح بين 25 25 لـ 30 درجة مقوية رقم 5 تهيئ الظروف الهوائية لعملية التخمر كتقطية سطح المخللات بطبقة من الزيت أو ملء أقوان التعبئة إلى نهايتها حيث أن بكتيريا حامض الليكتيك تنشط في غياب الهواء بينما يقف نمو الأحياء الدقيقة الهوائية غير مرغوب كالفطريات والخمائر وبعض البكتيريا هنا ممكن أسألك سؤال ليه منحط طبقة من الزيت على المخللات حيث علشان أعزل السائل والمخللات اللي فيه عن الهواء عن الهواء وممكن الزيوت كمان بتدي لمعة بسيطة للمنتج الغذائي وده سر في بعض صناع المخللات طبعا الطبقة دي بتمنع الهواء بتمنع الهواء الطبقة لما بتكون من فوق بتمنع الهواء فالبكتيريا الهوائية والفطريات الهوائية طبعا ما مفيش هواء مش هتنمو طبعا ما مفيش هوا مش هتنمو لكن البكتيريا حامض الليكتيك بتاعتنا اللي أنا عايز أنشطها بتشتغل في عدم وجود الهواء في عدم وجود الهواء في ظروف لا هوائية في ظروف لا هوائية البكتيريا حامل الأكتيك تنشط في غياب الهواء في ظروف لا هوائية علشان كده طبقة الزيت بتمنع الهواء تماماً عن السائل والمخليلات اللي أنا عرضتها في سائل التخليل بعد كده إيه هي يبقى المواد الخام الداخلة في صناعة المخليلات عندنا كذا حاجة أولها أهم الخامات المواد الخام الداخلة أهم الخامات المستعملة في صناعة التخليل المواد الخام نفسها الخيار الجزر النفط الزيتون لغضر الزيتون لسود الكرومب البصل الليمون الفلفل لغضر الحاجات دي اللي أنا هبدأ أصنع منها المخليلات إذا ما احنا قلنا الخيار الجزر اللفط الزيتون لغضر والزيتون لسود والكروم والبصل والليمون والفلفل الأغضر وبعض الناس تعمل من الفلفل الأحمر كمان كما أنه في بعض البلاد يتم تخليل المانجو كما في الهند والسودان وجه ذلك يتم تخليل الخوخ والتين والكمترة في أوروبا يعني في السودان والهند بيخللوا المانجو في أوروبا بيخللوا الخوخ والتين والكمترة هنا في مصر فبعض المحافظات بيخللوا قشور برتقال اليوسفي وصمر برتقال البلد الصغيرة اللي هي سقطت أو بقعت من الأشجار قبل النطق اللي سقطت من الأشجار قبل النطق فبعض المحافظات هنا في مصر بيبدأوا يعملهم منها مخليلات بطرق مختلفة وبنكهات مختلفة يبقى أول حاجة في الخيامات الداخلة أهم الخيامات المستعملة هي الخيار، الجذر، الليفت، الزيتون الأغضر والزيتون الأسود الكرومب، البصل، الليمون، والفلفل، الأغضر زي ما احنا شايفين في الصور خيار عليمين من فوق عليمين في الأسفل الليفت عشال اليسار من أعلى الجذر اليسار من أسفل الزيتون الأغضر وزيتون الأسود لبعض الصور تاني حاجة دخلة في الإنتاج أو في خمات اللي دخلة في التصنيع المية المية لازم تكون نظيفة تماماً احنا قلنا في الممجلسات الصحية في الممجلسات التصنيعية المية لازم تكون معقمة كماناً لازم تكون نظيفة تماماً خالية من أي ميكروباط خالية من أي بكتريا بعيدة عن مياه المجالي بعيدة عن مياه البحار أو الأنهار أو الترع لازم تكون مية معقمة أو مية شفافة زي ما نشوف دلوقتي زي ما نشوف دلوقتي زي ما نشايفين في الصورة دي في صورتين المية زي ما نشايفين مية شفافة ورائقة ونظيفة تماماً اللي تنفع في العملية شروط الماء المستعمل في الصناعات الغذائية عمتاً في الصناعات الغذائية والمنتجات الغذائية عمتاً رقم واحد أن يكون الماء المستعمل خالياً من المواد العضوية لأنها تسبب رواقع غير مقبولة وتعفن المخللات المية لو فيها نسبة بسيطة من المواد العضوية بتسبب ريحة مش مقبولة للمخللات أو في المخلل وفي بعض الحالات بتسبب تعفن وترحل المخللات تاني حاجة يكون الماء المستعمل خالياً من القلوية لأن الماء القلوي بيعمل على ليونة المخلل أو هري المخللات بيكون المخللات بيكون المخللات ممكن الواحد يدوس عليها يهري تدوب معها في إيديه بسهولة ده اللي هو الهري المخللات كما أنها تتعادل مع الحموضة المرغوبة أنها تجي أثناء التخمر يعني القلوية هنا تعمل حاجتين ليونة أو هري المخللات بيبقى المخللات ساعتجي كلها كده ما يكون شلي طعم أو زي ما يكون سائل زي الشيلي بتسبب حاجة تانية أنها تتعادل الحموضة النتجة من البكتيريا الحمض اللاكتيك البكتيريا الحمض اللاكتيك هنا في وجود الماء القلوي الحموضة اللي موجودة النتجة أثناء التخمر بيتعادل بيتعادل مع الحموضة اللي هنا أو مع القلوي اللي موجود في المية وبالتالي أن الإنتاج بيكون بالاسلوب اللي أنا عايزه أو بالنتيجة اللي أنا عايزها أو اللي أنا راغبها فعلشان كده لازم الماء يكون خالي من المواد القلوية ثلاثة يكون خاليا يجب أن يكون الماء المستعمل خاليا من أملاح الكالسيوم والماغنيسيوم التي تسبب الطعم المر أو القابض علشان أملاح الكالسيوم هنا أو الماغنيسيوم بتسبب طعم المر بتحس إن المخلات اللي بتقولها في مرارة وسيطة كده أو مرارة عالية على حسب نسبة أملاح الكالسيوم اللي موجودة يا إما موجودة في الملح اللي أنا جايبه يا إما موجودة في المية لو كانت موجودة هنا أو هنا بتسبب الطعم المر في المخللات فعلشان كده لازم أملاح الكالسيوم والماغنيسيوم ما تكونش موجودة في أثناء صناعة المخللات علشان بتسبب طعم مر كما أن أملاح الكالسيوم تترصب على سطح المخللات على الشكل بقع بيضة وتتفاعد مع الأحماض النتيجة عن التخمر يعني أملاح الكالسيوم ممكن تترصب على سطح المخللات اللي أنا مصنعها مصنعها وتبقى بقع بيضة يا إما بتتفاعل مع الأحماض وبتسبب وجود بعض القلويات رابع حاجة يكون الماء يجب أن يكون الماء المستعمل خاليا من أملاح الحديد ليه؟ لأن أملاح الحديد عمتا بالتسبب تلون المخلل باللون السود بتلاقي في بعض المخللات فيها نقطة سودة كتير النقطة السودة هنا جات من أملاح الحديد هي اللي سببت اللون الأسود داخل المخللات أو خارج المخللات على سطح المخللات عشان كده لازم يكون الماء بتاعتي مفهاش أملاح الحديد خمس حاجة كما يجب أن يكون الماء ناقي بكتريولوجيا معناها إيه؟ معناها خالي من أي أنواع من المايكروباط خالي من أي نوع من أنواع المايكروباط أو الفطريات أو الفيروسات سادس حاجة لا يحتوي على كلور لأنه يتدخل في نشاط الأحياء الدقيقة التي تقوم بعملية التخمرة لازم المية اللي أنا هستخدمها في المخللات أو في تصنيع المخل البتاعي ما يكونش فيها كلور لأن كلور بطبيعته مطهر كلور بطبيعته مطهر فبالتالي لو نسبته زادت بيصبط لي أو بيقف لي البكتريا بكتريا حمر الاكتيك اللي أنا عايز أستخدمها في عملية التخمر فلو وقفت طبعاً وقفت عملية تصنيع المخلل وبالتالي بعض الكمية اللي أنا جايبها بسبب وجود كلور لأنه صبط لي نشاط الأحياء الدقيقة الداخلة في عملية تخمر المنتجات المخللات يبقى كده خدنا الخامات الداخلة في الإنتاج تاني حاجة المية تالت حاجة هناخدها ملح الطعاب طبعاً جزء رئيسي من المخللات هو الملح جزء رئيسي من المخللات هو الملح لازم الملح اللي أجيبه علشان أصنع بمخللات بيكون ناقي تماماً أحسن أنواع الأملاح اللي أنا بستخدمه في صناعة الألبان فده اللي أقدر أستخدمه في صناعة المخللات لأنه ناقي خالي من الشوائب زي ما نشوف مع بعض هنا في الصورة نوعين من الملح ملح ناعم وملح خشن زي ما نشاهدون في الصور ناقي ناصع البياض مفوش أي شوائب نهاية حتى اللون بتاعه يفتح النفس الملح هو أحد المكونات الرئيسية للمخللات زي ما احنا قلنا هو أحد المكونات الرئيسية للمخللات وأنواع ملح الطعام بالسوق عديدة منها ملح الألبان ملح الألبان أول حاجة ملح الألبان تاني حاجة ملح المائدة ملح الأكل اللي أنا بحطه على الصفرة معانا الملح الصخري وهو يستخرج من المناكم أو الصخور الملحية ولا يصدح لأعمال الصناعية لأعمال الصناعات الغزائية بحالته تمام كده؟ الشروط بقى الواجب توفرها في الملح المستخدم للتخليل وهي لا تزيد نسبة الشوائب عن 1 من 10% زي ما احنا شوفنا الصورة قبل كده باين جدا أن الأملاح أساسا مفهاش شوائب الصورة اللي احنا جبناها من شوية من ثواني جبناها مفهاش شوائب ثاني حاجة خلوه خلوه الملح بتاعي من أملاح الكالسيوم والمغنيسيوم للاسباب القتائية أول حاجة أملاح الكالسيوم والمغنيسيوم بتسبب الطعم المر في المخللات بتسبب الطعم المر في المخللات وفي بعض الناس ما بتستصغش أصلا أملاح الكالسيوم وممكن بتسبب لبعض الناس حسية يبقى بتسبب الطعم المر كما في أملاح الكالسيوم وأملاح الكالسيوم كمان بيترصب على سطح المخللات على شكل بقع بيضة وممكن بتتفاعل برضو مع الأحماض النتيجة عن التخمر كمان أملاح الكالسيوم بتتفاعل مع أحماض النتيجة عن التخمر وبتسبب بعض القلويات اللي بتسبب فشل عملية التخليل لازم يكون الملح بتاعي خالي من أملاح الحديث اللي احنا قلناها في المية قبل كده في المية لازم يكون المية والملح هنا برضو خالي من أملاح الحديث ليه؟ لأنها بتسبب تلون المخلل باللون الأسود يبقى لازم خلوه الملح من الشوائب ونسبة الشوائب مزدش عن 1 من 10% 1 من 10% وكمان خلوه الملح من أملاح الكالسيوم والماغنيسيوم من أملاح الكالسيوم والماغنيسيوم علشان اللي بتسبب الطعم المر أو بتترصب على المخللات وبرضو خلوه من أملاح الحديد أملاح الحديد اللي بتسبب وجود بقع سودا أو نقاط سودا على المخللات أملاح الكالسيوم بتسبب وجود نقاط ضيضة بتحسنها زي الأعفان كده ثالث حاجة يكون الملح بتاعنا اللي هستخدمه للتخليل يكون مائل للحمودة يكون مائل للحمودة ولا يزيد رقم الحمودة عن سبعة ولا يزيد رقم الحمودة عن سبعة زي ما احنا شايفين في الصورة معلقة خشبية اللي بيستخدمه في عمليات التخليل أو المنتجات الغذائية عامة الصناعات الغذائية فيها ملح الملح زي ما احنا شايفين في الصورة رائق لونه أبيض ناصع مفوش أي شوائب خالي من الأملاح الكالسيوم والماغنيسيوم والحديد على حسب موصفات المصنع المصنع للملح ده رابع حاجة مضم الخامات الداخلة في الانتاج التوابل التوابل طبعا هنا بتختلف من مكان لمكان وبتختلف من دولة لدولة على حسب استصاغة ورغبة المستهلت للمنتج الغذائي سواء كالمخلل أو غير المخللات زي ما احنا شايفين في الصورة كده أنواع مختلفة من التوابل لشكلها أصلا يفتح النفس على الأكل شكلها ضريف جدا والوانها طبعا بيستخدمها مع صناعات خذائية كثيرة ومن ضمنها المخللات اللي عشان تدي نكهة وطعب حل داخل المخللات طبعا دي صورة تانية من أنواع التوابل المختلفة من أنواع التوابل المختلفة طبعا التوابل هنا بنحطها لأسباب كثيرة من ضمنها إكساب المخللات النكهة القاصة بالتوابل المستعملة وليس لها أي أثر حافظ ويتشمل الخردة المسترد الزنجبيل الفلفل السوى والأبيض والحار وجسط الطيب الحبهان والمستكى الإيرفة والكمون والزعفران والكرق والكسيا الغرض الرئيسي من أي توابل أنها أريد بها نكهة بسيطة أريد بها نكهة بسيطة طعم. طعم وريحة. مستحبة لدى المستهلك. من ضمن التوبة زي ما احنا قلنا. كلنا عارفين الخردل. المستردل. الزنجبيل. طبعا كلنا عارفين الفلفلسل والأبيض والحار. او الشبطة عمتا. جص الطيب دي معروفة جدا. المستيكة والحبهان طبعا غني عن تعريف. القرفة والكمون. الزعفرام وكوركم عشان اللون الاصفر. الكاسيا طبعا بيتحطوا مع بعض منتجات او كل المخليلات في بعض الحالات. وخاصة الليمون ده بنحط عليه النسبة اكتر من المخليلات التانية للتوابل. وبكده نكون وصلنا النهاية حلقتنا معكم. وقتنا خلص معكم بسرعة. ونوقعكم قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.